نعلن رسمياً المنظمة الوطنية النقابية لأرباب العامل والمقاولين الجزائري معتمدة رسمياً من طرف الدولة الهدف التحدي فعل حقوق المادية والمعنوية لمنخرطها أهمنا هو تجسيد برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية داخل وخارج الوطن والشيء نهوض الاقتصاد الوطني دون اللم الشمل المتعاملين الاقتصاديين في كل مجالات وأول جمعية عامة ولائية هي ولاية تموشد كان الشرف قولنا اليوم عيدونا اليوم على ولاية عين تموشد وإن شاء الله نكونوا عند حصد ضدنا الأرباب العامل بنا في ولاية عين تموشد ونمثلهم أحسن تمثيل وإن شاء الله برب نشوفوا في المقترحات اللي قدموهم لسيد الوالي وسيد المستوى الوزاري كانوا ينتظروا فيها ومليح هذا دفاع الحقوق يعني على الحقوق المستثمرين إن شاء الله والاقتصاد الله نطلبه ربنا نكونوا في حسنا الظن ننتحهم إن شاء الله ورب يعاوننا